بسم الله الرحمن الرحيم مقرر الكيمية الكهربية كيم 233 نواصل في هذه المحاضرة شرح أهم التطبيقات لعملية التحليل الكهربي وننتقل إلى تحضير بعض المركبات والعناصر الهامة في الصناعة لاحظ هل هذه الخلية هي خلية تحليل الكهربي أم خلية جلفانية؟ من خلال المعلومات السابقة يتضح أن هذه الخلية هي خلية تحليل الكهربي لماذا؟ لأنها تحتوي على مصدر خارجي للتيار الكهربائي لاحظ هنا أن المادة الموجودة في هذه الخلية هي مصخور كولوريد الصوديوم وحيث أن الأيونات تذهب للأقطاب المخالفة لها في الشحنة فإن الكهربي يتجه إلى الأنط حيث تحدث عملية أكسدا للكلور ويتحول إلى غاز الكلور بينما الصوديوم يختزل أيونات الصوديوم يتم اختزالها إلى فلز الصوديوم إذن ناتج هذه العملية هو إنتاج غاز الكلور وإنتاج فلز الصوديوم إذن تم الاستفادة من عملية التحليل الكهربي لإنتاج بعض المركبات والعناصر الهامة في الصناعة ننتقل إلى مثال آخر هو تحضير هيدروكسيد الصوديوم بالتحليل الكهربي لمحلول ماء مشبع من كولوريد الصوديوم باستخدام قطبين من الكربون هنا عندنا محلول ماء من كولوريد الصوديوم كولوريد الصوديوم يذوب في الماء ليتحول إلى آيونات الصوديوم وآيونات الكلور عند الكاثد توجد آيونات الصوديوم الموجبة وجزئات الماء بينما عند الأنط الموجب توجد آيونات الكلور السالبة والماء عند الكاثد يحدث اختزال للماء وليس آيونات الصوديوم لماذا؟ حسب ما هو موجود في السلسلة الكهروكيميائية فإن الماء يختزل بصورة أسهل عن الصوديوم بذلك يتم اختزال الماء إلى غاز الهايدروجين وآيونات الهايدروكسيد السالبة أما عند الأنط فإن آيونات الكلور السالبة يتم أكسدته بصورة أسهل من الماء لماذا؟ لأن جهد أكسدت آيونات الكلور السالبة أعلى من جهد أكسدت الماء بذلك يتحول آيون الكلور السالب إلى غاز الكلور إذا جمعنا هاتين المعادلتين نتحصل على التفاعل الكل الذي يحدث في خلية التحليل حيث يتم إنتاج غاز الكلور وغاز الهايدروجين آيونات الصوديوم وآيونات الهايدروكسيد التي تتحد مع بعضها البعض لإنتاج هيدروكسيد الصوديوم وبذلك نكون قد استفدنا من التحليل الكهربي في تحضير هيدروكسيد الصوديوم ننهي هذا الدرس ونواصل في شرح مقرر الكيمية الكهربية في دروس لاحقة ترجمة نانسي قنقر